السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام بكم وتابعين الكرام معكم اخوكم محمود ابو الدنيا. آآ النهاردة بازن الله تكملة لحلقات دورات سيانة الشاشة. طبعا كنا اتكلمنا في المحاضرات قبل كده عن البنل والتيكل. بقي معنا الكلام عن الماظر بورد والدواري الموجودة فيها. اهي? طبعا احنا كنا بنزليل المحاضرة قبل كده مقدمة لآآ للماظر بورد او مقدمة للكلام عن الشاشة او اعطاء الماظر بورد فاتكلمنا في بداية في الفيديو اللي فات عن الاعطاء الاشهر الاعطاء اللي هتقابلك لو ما شفتش الفيديو اتبرجع ليه علشان الفيديوهات دي متسلسلة تسلسل وراء بعضيها فكل معلومة فيها مبنية عن المعلومة اللي قبلها. فطبعا علشان اشرح لك دائرة بور او دائرة او الكنترول او اي دائرة موجودة هنا لازم ان تعرف وظيفة الماظر برضو وشغلها وعلاقة الدواري دي ببعضها. ده مبدئيا في الاول علشان تبني اساس صح معك. علشان تبدأ تشتغل. ممكن انت لو معرفتش الاسريات دي مش هتستفيد كتير من الكلام اللي احنا هنقوله. فلازم ان تتابع الفيديوهات. علشان كل معلومة في كل فيديو مبنية على اللي بعدها. فلازم ان تعمل اساس لنفسك علشان تقدر تشتغل وتقدر تبقى فاهم الدوار دي بتشتغل ازاي. وطبعا لازم ان تعرف على الماظر برضو. تعريف كويس ولازم ان تفهم كل الدواري الموجودة فيها دائرة دائرة عشان تقدر تشتغل وتفهم كل الجهود اللي بتبقى موجودة على الماظر برضو. علشان تقدر تشتغل في الماظر برضو. فاحنا ان شاء الله بازن الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى كلامنا اه يخص الماثر بورد بواجهة عام وعن الدوار اللي موجودة فيها هنتكلم عن تعريف الماثر بورد يبقى احنا الفيديو بتاعنا هنتكلمين عن اللوحة الام اللي هي معايا دي اللي هي الماثر بورد دي هنعرفك ايه الماثر بورد اول نقطة معنا هنتكلم عنها تعريف الماثر بورد او اللوحة الام بعد كده هنتكلم عن وظيفتها بعد كده هنتكلم عن المكونات اللي موجودة فيها او الدوار الموجودة فيها بعد كده هنتكلم عن المدخلات والمخرجات اللي هو الاوت بوت والان بوت ازا كان صوت او صورة بعد كده اخر حاجة بقي اللي هناخدها معنا اللي هي طريقة عملها طبعا ما اقدرش اشرع لك طريقة عملها الا ان ما تفهم ايه هي اللوحة الام تعرف وظيفتها ايه? وتعرف المتخلات اللي بتخش لها والمخاءبات اللي بتخرج منها وبعد كده تعرف اخر حاجة طريقة عملها ودي اخر حاجة تبقى معنا في الفيديو احنا معنا دلوقتي خمس نوقات هنتكلم فيهم. لو اتعريف اللوحة الام. ووظيفة اللوحة الام والمكونات والمدخلات والمخرجات. طبعا انا كنت اعملت فيديو وصورته لنفس الدرس اللي معنا او المحاضر اللي معنا دي قبل كده لكن للأسف يعني بعد ما صورت وعدت فترة وكنت محضر للفيديو وكان فيه معلومات برضو كتيرة. ومعلومات مترتبة. لكن اراد الله يعني خير ان شاء الله ان الفيديو يطلع فيه مشكلة في الصوت. كان فيه زنة عالية فيه صوت المايك. ما كنت هتعمل مشكلة وحضراتكم يعني كنت هتداقوا منها فانا يعني استغنيت عن تعب ومجهودي. علشان اه خلي حضرتك تسمع فيديو كويس. بدون اي مشكلة او بدون اي صوت. طبعا انا فضيت نفسي ومحضر للفيديو من فترة. يعني الفيديوهات دي ما بنعودش كده نقولها وخلاص. يعني بابنستجرشي. لازم بتبنيها المعلومات علشان توصل المعلومة لحضرتك بشكل كويس وشكل منصك. بحيس تفهم الموضوع كله من اوله لاخره. زي ما عوضنا حضراتكم دايما والله الفيديوهات دي احنا بنتعف فيها فعلا يعني بتضيع معنا وقت كبير ومجهود. وآآ لكن احنا بنستنى الجزاء من الله. مش من احد يعني. وانا بشكر الناس اللي يمتبعاني والناس اللي بتحفزني دايما وبشكركم بصراحة على كلامكم الطيب فعلا فعلا يعني كلامكم ده اللي بدي حافز لوحد ان هو يفكر ويبدأ يشوف لكم موضوع فيديوهات ويبدأ يشوف لكم الحاجة الكويسة اللي هتفيدكم علشان يعملها لحضراتكم وانا باخد مقترحاتكم وبعمل بعمل لها فيديوهات وزي منتم تابعين حضراتكم اي حد بيستفسر عن استفسار او بيسأل عن معلومة على قدر الامكان لو معلومة مهمة بخدها معايا في الفيديو بحاول اجاوب عليه وسواء جاوبت في التعليقات التعليقات فيها اجابات وناس الناس لو هتنزل للتعليقات انا بجاوب على الناس بيسألوا اسئلة واسئلة كويسة وفيها صغرات كويسة وانا بجاوب عليهم علاقات علم الحمدلله رب العالمين الله الموفق فحضرتك يعني مش لازم ان تتفرج على الفيديو فقط لغير لكن ارجع للتعليقات ووسع التعليقات كده هتلاقي اسئلة هتفيدك من المتابعين اللي معنا الناس فعلا يعني عايزة معلومة صح الناس فعلا عايزة تستفيد فانا بجاوبهم وما بتأخرش عن حد واعذروني لو ما ارضتش عن حد او حاجة فاعذروني في الموضوع ده فطبعا ان شاء الله بازن الله آآ الفيديو بتاعنا هنتكلم عن الواحة الام عشان نرجع لموضوعنا عشان ما نطولش الكلام فالواحة الام معايا زي ما قلت لحضراتكم في منها انواع لازم نعرف الانواع اللي موجودة فيها ما كلهم طريقة تشغيل واحدة اما موجود معا بردوتين سوى بردوتين سوى بردوتين كبيرة زي كده دي بردوتين بتاع شاشة خمسة وخمسين بوصة او بردوتين كده مسلا بتاع شاشة او اي شاشة دي دي البردوت دي هتلاقي في معظم لجهزة الصين هتقابلك كتير جدا او بردوت شاشة توشيبة او بردوت شاشة اللي جي بتختلف يا اما هتلاقي الباور لوحده يا اما هتلاقي البوردة كلها تجمع الباور معايا هنا هو وجمع الدوار الموجودة فيها حتة واحدة يا اما هتلاقيها على قطعتين او تلق قطع على حسب نوع الموديل الجهاز او نوع الجهاز او حسب تصنيع الشركة المصنعة للشاشة فطبعا احنا موضوعنا النهاردة مش آآ الماظر بوردو اختلافتها الماظر بوردو انت كده كده هتقابلك وطريق تشغيلها لو عرفتها مش هتفرق ما حكو الماظر بوردو اصبح زكات مدمجة او منفصلة مدمجة زي دي او منفصلة مسلا زي الشاشات مسلا السامسونج وبعض الشاشات الالي جي هتلاقي البوردة الباور لوحدها المنطقة دي كده هتلاقيه لوحدها والانفيرتر ممكن تلاقيه مع بوردة الباور وبردة كنترول والسوتو بقى الدوار هتلاقيها آآ منفصلة لوحدها فده مش موضوع عنها وعمتهم كل فكرتهم واحدة يعني البوردة الكبيرة دي شاشة خمسة خمسون بوصة هي هي نفس البوردة اللي معايا دي مع اختلاف بسيط في بعض المكونات على حسب امكانات الشاشة فطبعا انا نتكلم اول حاجة معنا عن الماظر بوردة او اللوح الام الماظر بوردة معايا زي ما انتم شايفين حضرابكم في عندي مداخل ايه كتيرة وحاجات كتيرة معايا فالماظر بوردة دي بصفة عامة يعني سواء كانت في شاشة او في تلفزيون او في كاست او على حسب الجهاز اللي هي موجودة فيه فالماظر بوردة دي معايا عبارة عن ايه هي لوحة بالشكل انتم شايفينه ده لوحة لوحة الكترونية بتحتوى على عديد من المقونات زي ما انتم شايفين حضرابكم ايه لتشغيل جهاز ماء يعني مش مش شرط انها تكون شاشة راح الام ممكن تبقى موجودة في ماظر بوردة كمبيوتر ممكن تلاقيها موجودة في في هاتف لكن في الهاتف بتبقى مختلفة شوية تشتغل عامتين وعشرين لكن عن طريق الشاحن او الخمسة فولت اللي هي بتاع البطارية في هتلاقيها موجودة يعني جميع الاجهزة اللي بتشتغل معك سوى بتخرج صوت او بتخرج صور هتلاقي فيها الماظر بوردة موجودة عندك لكن بتختلف المتخلات بتاع الماظر بوردة والمهرجات بتاعها على حسب نوع الجهاز فالمدخلات والمدخلات بتاعتها دي دي كلها مدخلات يعني مدخلات دي عبارة عن الكابلات اللي انت بتوصلها ازا كان كابلو صوت او كابلو صورة او اي كابل او اي دخل لي الماظر بوردة معك دي اسمها مدخلات زي الكمبيوتر كده المدخلات بتاعته في ام بوت وفي اوت بتاعه اللي هو الماوس. اه طبعة. الكابل دي كلها مدخلات. المخاجات بتاعته اللي هي الصور اللي انت بتشوفها حضرتك على الشاشة والبيانات اللي انت بتشوفها جوه الشاشة والصوت اللي بيطلع من السماعات. فالمزر بورد عمتن ليها مدخلات وليها مخرجات. واي جهاز ليه مدخل وليه مخرج. يعني اي جهاز الكتروني. بشتغل على فولت. حضرتك بتحط الفيشة في الكهرباء بتستنى منه ان هو هيخرج معاك حاجة. يعني مسلا لو دفاي هتخرج معاك سخونة مروحة هتخرج معاك هوا. آآ آآ شاشة هتخرج معاك ستوصولة. على حسب. فالمزر بورد متوفرة في اجهزة كتير. يعني اي جهاز الكتروني هتلاقي في مزر بورد. الشاحن الشاحن في مزر بورد. الشاحن اللي هو الشاحن اللي هو بتاع الهاتف. في مزر بورد. او في بورد وتبور. بيتقال عليها مزر بورد. دي عبارة عن قطع لها مدخل ولها مخرج الكترونية فيها بعض المكونات بتاخد مدخلات معينة بتخرجها مخرجات معينة على حسب نوع المدخلات بتاعتها بتخرج ايه المخرجات بتاعتها. فانا عندي اللوحة الام هنا كده عبارة عن لوحة. ليها مدخلات وليها مخرجات. تبقى اللوحة الام معايا عبارة عن بورد الكترونية. تحتوع العديد من المكونات. المكونات الموجودة فيها. كل مكون ليه صفة معينة وليه تشغيل معين. وليه وظيفة معينة. الوظائف دي بتختلف من المكون اللي مكون يعني وظيفة مكسف. غير وظيفة الديوت. غير وظيفة ملف. غير وظيفة المعالج. فكل قطع الكترونية. ليها وظيفة معينة بتقوم بيها علشان تاخد لي دخل من الخارج وتحولوه ليه? لخارج على الشاشة معايا او اللوحة او او الجهاز العرض معايا. فاحنا كلامنا النهاردة عن مازر بورد بتاع الشاشة فانخصص كلامنا عن مازر بورد بتاع الشاشة. المازر بورد بتاع الشاشة. اللي معايا دي لوحة الالكترونية تحتوع العديد من المكونات. ليها وظيفة وظيفتها بتاخد مدخلات وتخرجها في شكل مخرجات. دي كده التعريف اللوحة الام معايا بالتعريف العام او التعريف اللي احنا حضراتكم. عارفون اهو وظيفتها. التعريف والوظيفة واحدة بتاعتي. ايو انا كده عرفت المزهر برض ايه? وظيفتها وايه شغلاتها? طبعا لوحة الام. بعد كده الوظيفة بتاعتها بتعمل ايه بقى? انا كده خدنا عرفنا لوحة الام. بتتوفر في العديد من الاجهزة بيخشيلها حاجة وبيتخشيلها داخله معين وبتخرج مخرجات معينة. الوظيفة بتاعتها اللي احنا اتكلمنا فيها حضراتكم. وظيفة اللوحة الام ايه? وظيفة اللوحة الام هتاخد مدخلات في شكل. مدخلات بتاعتها ممكن تبقى في شكل. صوت. في شكل صورة. بشكل بيانات. على حسب. بتعمل ايه بقى? بتخرجهمني في شكل مخرجات. نفس الوظح هتخرج لي صوت. صورة. او بيانات على حسب الجهاز. في الشاشة عندها هتخرج لصوت. وصورة. طب تمان. ايه هي يعني المداخل اللي موجودة عندي او المدخلات دي بتجي منين? المدخلات عندك حضرتك هنا هتلاقي زي ما انتم شايفين اول حاجة معايا اول دخل معايا واهم دخل معايا دخل الباور اللي هو المتين وعشرين فولت اللي هي الفيشة اللي تخصه الماظر بورد معايا. الفيشة اللي معايا كابل الباور اللي معايا ده المتين وعشرين فولت دي مدخلات الباور ده جهة التشغيل او ده عبارة عن الحطب اللي احنا بنحطه في النار عشانو النار تقيد. بدون الحطب ده النار ما هتقيتش بواجهة عامة كده. فده لت الباور مختصة او الكابل اللي الدخل المتين وعشرين فولت ده مختص عشان شغالة بقية المكونات. ليه بقى? عشان ياخد للمدخلات من هنا. طبعا زمان انتم عارفين حضراتكم. ده مدخل صورة ودي مدخل صوت وده صورة وده صوت وده مدخل يو اس بي فلاشة وده مدخل ار اف وده مدخل فيجا وده مدخل اتش دي. حضراتكم انا بقول مداخل حاليا. انا كل حاجة بقول لك مدخل 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 مدخل. معنى كده ان الحاجات دي بتدخل حاجات هنا. فالكابل الصورة اللي جاي من ريسيفر بيدخل هنا. وكابل الصوت بيدخل هنا. وكابل الاتش دي بيركب هنا. وكابل الفيجا اللي جاي مسلا من جهاز كمبيوتر عشان يعرض له صورة على الشاشة بيدخل هنا. والار اف هنا واليو اس بي هنا. كل المداخل دي عبارة عن مداخل اللي هي مدخلات الشاشة. مدخلات الشاشة اللي هي بتاخد معايا المدخلات. بتدخلها معي للبورد هنا. بتخش فشكل اشارات. دي بيتم بتحويلها من اشارات لا اشارات ديجتال اللي هي الاشارات دي. بتحاول تخش على المعالج بييحول televisively ديج اللي عندي في شكل صوت للسماعات اللي عندي وبتخرجه عندي في شكل اضاءة. دي وظيفة الوظيفة اللي هي بتقوم بها. يبقى هتاخد معايا المدخلات. وتخرجها لي في شكل مخرجات. مخرجات اللي هي الصورة اللي هو كابل بيروح لي البنل او الشاشة. والصوت بيخرج لي على السماعات معايا. فالمدخلات دي بتتحول من صوت صورة لصوت وصورة تاني من اشارة من اشارة كابل لأشارة اللي انت حضرتك بتشوفه على الشاشة. والصوت اللي انت بتشوفه عندك بتسمعه حضرتك في بتاع الشاشة. فدي المدخلات والمخرجات صوت بياخد صوت والصورة بيخرج صوت والصورة لكن والصوت والصورة داخلين داخلين بشارة معينة اشارة ما تفهماش الشاشة ولا تفهمها السماعات الا ازا كان في مكونات للمكونات اللي موجودة عندك على البرد دي عشان تحولي الاشارات دي من اشارات انولوج لاشارات تشغيل صورة ديجيتال زي ما انت بتشوفها حضرتك على الشاشة والصوت اللي انت بتسمعه. يبقى دي وظيفة المزهربورد معي. مكونات المزهربورد ايه? المزهربورد بتاع الشاشة الشاشة طبعا بيدخل لها صوت وصورة زي ما انتم شافين حضرتكم. المخارجات بتاعتها صوت وصورة ما انتم شافين حضرتكم. يبقى المكونات بتاعتها انا احتاج مكونات للصوت. المكونات بتاعت احتاج مكونات للصوت. ومكونات للصورة. مكونات الصوت اللي معي ايه? اللي ايه ده ده الصوت اللي معي. وما داخل الصوت. الحاجات اللي هتاخد معايا مدخل هتاخد معايا الصوت وهتخرجه لصوت تاني. صوت صوت مخفض اشارات اشارات اصوات مخفضة. لاشارات اعلى. تحول لتجميل. عشان يخرج معايا الصوت اعلى. لان اشارة او اشارة الاشارة اللي انت بتركبها في هنا بيبقى صوت هواطي جدا. اشارة نبضية خفيفة. صوت هواطي جدا. بتبدأ بتبدأ تخش على دايرة الصوت. يبقى اشارة الصوت دي هتدخل معها اللي هي دايرة الصوت. دي مكون من مكونات البردة معي. لانها بردة شاشة لازم ان تلاقي فيها مدخل صوت. يبقى انا الصوت عندي بيدخل وبيتحول. بيخش لدائرة الصوت. دائرة الصوت بتعمله تكبير. بيتخرجه في شكل الصوت اللي هو العالي معي اللي هو او المرتفع اللي هو في الاسبيكرة او السماعي. الصورة بتدخل معي هتلاقي دائرتين تشغيل. اللي هي الصورة هتدخل معي من المداخل من هنا طبعا الصوت مدخل الصوت عشان نكمل ادارة الصوت مع حضرتكم. مدخل الصوت معي بيبدأ من هنا كده او. ده مداخل الصوت معي او مداخل الصوت من هنا مسلا او مدخل الصوت من الكلها دي مداخل الصوت. او من الار اف. كلها دي ما داخل الصوت بتدخل معايا على اي سي الصوت هنا. واشارات بتخش على المعالج هنا معايا. بيبدأ المعالج يبعت اشارة اشارة اي سي الصوت يبدأ يشتغل معايا وتكبر معايا الصوت معايا هنا. يخرج معايا لمخارج او بين خرج معايا الجاك السماعات هنا عشان يخرج لك صوت. يبقى اول مكون في اللي هو الصوت. والمكون التاني اللي هو الصورة. الصورة نفس الوضع. بيبدأ تبدأ الاشارات تدخل من هنا من المداخل اللي معايا ده حضراتكم. اشارة الصورة. تدخل معايا على المعالج هنا. بيبدأ المعالج يديها لكابل ال LVDS بيحوالي الكابل ال LVDS لو اطلعز هنا حضراتكم هنا. وانا كان في فيديوهات قبل كده سابقة. اشارح عن. لو اطلعز حضراتكم هنا اوه. هتلاقي اشارات جاية من 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 الفيجا وهتلاقي اشارات جاية من الاتش دي هي دخلها معايا على المعالج هنا اوه. دي اشارات الصوت والصورة. هتخرج معايا من ناحية التانية هنا اشارات للصورة لكابل ال LVDS للبانل هتقع هتزر معايا صورة. وهتقع في اشارات معايا التانية هتدخل على الصوت. يبدأ يكبر لي الاشارات ويخرجها لي للسماعات هنا علشان تشغل لي يبقى انا كده وظيفة الصوت والصورة اشتغلوا عندي. عن طريق دايرة الصوت. دايرة الصوت وعن طريق اه الصورة او البانل او الشاشة او كابل ال LVDS. اللي بياخد الاشارات من هنا. اللي هي الاشارات الديجيتال اللي بيحولها الاشارات ديجيتال. اللي هي الانالوج اللي بتخص معايا من هنا للمعالج في شكل اشارات انالوج عادية. ليه بيحول الاشارات ديجيتال في شكل LVDS. بتدخل معايا للتيكون والتيكون بيبدأ حول اشارات بتظهر معاك صورة. واشارة الصوت بتدخل للمعالج من هنا من نفس المداخل هي هي. مداخل الصوت معايا هي. المداخل البضاء والحمراء دي. او الاتش دي من هنا. وبيبدأ ياخدهم من هنا ويحولهم لايسي الصوت. ويبدأ يصير الصوت بضوره وبيتكبر الاشارات دي. وخرجها لفصوت اعلى للسبيكر معاك. يبقى دي المكونات الموجودة عندي في اللوحة الام. اهم مكوانين اللي هم الصوت والصورة اللي هم دواقر الصوت والصورة. بعد كده هتلاقي عندك طبعا ما ننساش دايرة الباور. طبعا نجيب ورعة كده جديدة. عشان نتكلم كده. المكونات لان المكونات دي الاساس. معايا. المكونات معايا مكونات. لوحة الامة. او الدواقر الاساسية اللي فيها هتلاقي عندك دايرة باور. بعد كده دايرة الصوت ساونت. بعد كده الاضاقة. بعد كده الكنترول. يبا دي الدواقر الاساسية اللي موجودة عندي دايرة الباور والساونت والاضاقة والصورة معايا. يعني مختصة في مع المعالج برده. يبقى دايرة باور عندي دايرة باور وساونت واضاقة وصوت. الدواقر اللي معايا هي. دايرة الباور. وعند هنا دايرة الاضاقة. اللي هي المنطقة دي. المكسف والديود. والمسفت والملف والاسي المزبزب معايا هو. دي دايرة الانفيرتر. دايرة الصوت معايا الصوت. والجهود اللي بتغزى عليها. دايرة الكنترول اللي هي مختصة دي يعتبر دايرة جميع الدواقر دي اللي بتشغل جميع الدواقر دي. اللي هو والمعالج والفلاشة. وطبعا الجهود التشغيل. دا ارت الصوت معايا. طبعا قلنا اسيه الصوت والمخرج والمدخل. ده الصوت. والصورة اللي هي الصورة معايا اللي هي قلنا اللي هي خارج اللي هو الوضاقة اللي هي الانفرطر اللي هو اللي معايا ده. ودائرة الباور طبعا حضراتكم عارفينها. يبقى دي الدوار الاسياء اللي موجودة عندي في الشاشة. كنا بنتكلم حضراتكم عن الصوت. قلنا الصوت. فيه مدخلات عندي. اللي هي الاي اي 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 او الارضي. كل دي المدخلات بتاعتي. المخرجات طبعا اللي هي عندك صوت الشاشة. صورة على الشاشة. صوت. الصوت هيخرج لي الصوت في السماعات. صوت سماعات. ولو جينا اتكلمنا عن مقونات اللي هي الام هتلاقي عندك الدوار الاساسية اللي فيها دايرة باور دايرة صوت دايرة انفرطر اضاءة طبعا دايرة الكنترول او المعالج دول هما الدوار الاساسية اللي معايا في الشاشة. او المقونات الاساسية اللي موجودة عندي في الشاشة طبعا المقوناتا مش بتكلم عن القطع والقطع اللي موجودة جوابيها انا بتكلم عن الدوار دي احنا بتكلم على الدوار. المقونات survey معي في الشاشة المقونات دي وزفتها ان هي بتاخد لي مدخلات وبتخرج لي مخرجات. يعني هنا كلها كده وزفتها بيخشلها دخل. input بتخرج معايا او او خارج. لأشارات الاشارات الصوت والصورة والجهود التخزيئة المتين وعشرين فولت بتخرجهم لي في شكل صوت وصورة بتخرجهم لي في شكل جهود مختلفة اللي هو اه اللي هو الجهود مختلفة اللي هي الجهود التانية بحوالي من يبقى انا عندي هنا الباور والساوند والإنفيرتر الإضاءة والكونترول. يبقى اربع دوائر رقاصية عندي. اللي هم الدوائر دي. دائرة صوت. مختصة بايسية الصوت. دائرة انفيرتر. معايا ايه? اللي هي موجودة معايا اللي هو المحول والمكسف والاا وايسية التزبزب والمسفت ده. دي دائرة الانفيرتر او دائرة الإضاءة. دي بقى انا صوت عندي وعندي إضاءة كده. بقى معايا الصورة. والصورة هنا عندك في الكونترول. معايا الكونترول بتخلو الشرارات من هنا بيعليجها ويديها يرفعها صورة هنا للبنال معايا من هنا. قد الصورة. يبقى الصوت معايا في ايسية الصوت. والصورة في من المعالج. الاضاءة من الانفيرتر الاضاءة. تشغيل الدوائر دي كلها. وظيفة دائرة الباور معايا. تخرج له الجهود اللي هي بتشغل الدوائر دي كلها. ودائرة الكونترول ووظيفتها ان هي بتدي اوامر للدوائر دي كلها عشان تشتغل بعد ما بتغير حرارتك على زر الباور معايا. يبقى دي الدوائر الاسيال اللي موجودة معايا. معايا دائرة باور. دائرة صوت. دائرة اضاءة. دائرة المعالجة او الكونترول. لو اتكلمنا عن الباور. الدخل بتاع متين وعشرين فولت. هتحول معايا ل. اي سي. هتحول معايا لدي سي. اما اتناشر فولت. او اربعة اتناشر فولت. ده جهد سبقى سابت معايا. وهتلاقي اما اربعين فولت. الجهد التاني او اربعة وعشرين فولت. دي الجهود اللي بتخرج من دائرة الباور. علشان يشغللي بقية الدوائر دي معايا. فاول دائرة معايا راصية اللي هي دائرة الباور. بتاخد متين وعشرين فولت من كابل الباور هنا. بتخرجه لي بصورة اتناشر فولت. او اربعة او عشرين فولت او او اربعة وعشرين فولت او اربعين فولت. بتخرج governance دانين اتناشر فولت او اربعين فولت ده على حسب موديل البرضب ممكن تلاقيها خمسة فولت. وياها اربعتاشر فولت. زي الشاشات سامسونج مسلا. فدايرة بتاخد جهد وتخرج جهد. بتاخد ايه سي وبتخرجوه لجهد دي سي ودي هنتكلم فيها في المرحلة الجاية ان شاء الله. فدايرة بتاخد لي الجهد المتين وعشرين فولت بتخرجوه لي اتناشر فولت او اربعة عشرين فولت او اربعين فولت على حسب. دايرة الفولتات اللي بتخرج معي هنا هتغزيلي ايه بقى? دايرة الباور. فولتات اللي هتخرج منها هتغزيلي. اول حاجة دايرة الصوت. دي هروح لها اتناشر فولت او اربعة وعشرين فولت. على حسب نوع البورد. يعني ممكن تلاقي ال اتناشر فولت اللي اربعة وعشرين فولت هتطلع وشرة على السود او ال اربعة وعشرين فولت على حسب نوع البورد. دي تخزيط دايرة الصوت معي. بعد كده هتغزيلي ايه تاني اللي اتناشر فولت? هتطلع معي من الباور. هتدخل معنا بالكلم دهات عن خط ال اتناشر فولت. هتدخل معي على مجموعة من او المسفت. هتوزع الجهود معي دي هيخرج من المسفتات دي اللي موجودة عندي. الجهود دي هتتقسم للجهود الاساسية اللي بيحتاجها تحتاجها البورد عشان تشتغل. خمسة فولت ده اول جهد. بعد كده هتلاقي جهد تلاتة وتلاتة. بعد كده هتلاقي جهد ده. اتنين وخمسة من عشرة. ده على حسب نوع البورد ده مش لازم يجب موجود في كل البورد. بعد كده هتلاقي واحد وتمانية. بعد كده هتلاقي واحد واتنين. او واحد واحد على حسب. الاتناشر فولت بتخرج معي من البورد على مجموعة من المسفتات والريجوريتور. ده اللي موجودة مع حضراتكم دي. ده ريجوريتور اوه. رقمه واحد. نوريد لحضراتكم للوقت. رقم بطاعة زي ما انتم شايفين حضراتكم. واحد تلات تمانيات. واحد تلات تمانيات. تمنتاشر تلاتة وتلاتين. زي ما انتم شايفين حضراتكم. الريجوريتور ده بيخرج منه. بيتخل له خمسة فولت من هنا. بتخرج واحد وتمانية على الرجلين دي. اللي هم الاتنين او النيل. والتلاتة والتلاتة على الاتنين التانيين. واحد وتمانية هتدخل معايا تغزي المعالج. ده ما انتم شايفين حضراتكم. والتلاتة وتلاتة هتدخل معايا هتغزي الفلاشة معايا. ده جهد من جهود. وده ريجوريتور او مصفت. وهتلاقي هنا هيسي ريجوريتور تاني اوه. وهنا ريجوريتور كلها دي ريجوريتور طبعا هو شكلو بختلف. من برضة البرضة يعني هتلاقي يمكن تلاقي ببرة تانية مختلف زي كده مسلا ده ريجوريتور اهو. ريجوريتور. شكله اما هتلاقي اسي كبير اما هتلاقي اسي صغير زي تلاتة اللي معايجة اللي احنا شفنا احد ربكم اللي هو مكتوب علي واحد تلاتة تمانيات اللي هو واحد واحد وواحد تمانية وكان فيه شرح syncدينا عن الايسي دا. اه تمنتاشر تلاتة وتلاتينane. ده اسي لوجوريتور. بياخد معاك خمسة فولت والارض خرجهم معاك واحد وتمانية وتلاتة وتلاتة اللي هي تمنتاشر تلاتة وتلاتين يعني واحد وتمانية وتلاتة وتلاتة وفيه طبعا منه موديلات تانية فيه موديل بيخرج واحد واتنين واتنين ونص فولت فطبعا احنا بنتكلم عن رجلوتور اللي معادي او شكلهم وفيه رجلوتور التاني بتلاقي بالشكل زي ما ورنا حضراتكم كده هو بتلاقي داخله وخرجه كده مسلا يعني ممكن هتلاقي اخد تلاتة وتلاتة خرج معايا واحد وتمانية فدي مجموعة اللي هي بتحول معايا الاتناشر فولت للجهود اللي احنا عايزين يا دي بتتقسم الخمسة فولت بتروح لرجلوتور زي كده بحاولها لتلاتة وتلاتة او واحد وتمانية او بحاولها لتنين ونص او واحد واتنية عشان تشاغل معايا جميع مكونات البوردة زي ما وضحنا مع حضراتكم كده اهو عشان تشغلي باجيت مكونات البوردة زي ما شفتوا مع حضراتكم الواحد وتمانية هتخش معايا على المعالج والتلاتة وتلاتة هتخش معايا على الفلاش عشان تشغلي بقية الجهود اللي هنا دي. نبالا كده ده لت البور عرفنا ايه وظيفتها وظيفتها ان هي بخشي لو جودي متين وعشرون فولت اي سي او طيار غير مستمر او متردد بيتحول لطيار سابت او طيار مستمر اللي هو بيتحول لاتناشر فولت واسبعة وعشرين فولت بتخرج معايا على الرجوريتور اللي موجود تخرج معايا على الاتناشر هنا والاربعين فيولت او الاربعه وعشرين هنا. ال nước بتدخل معايا لمجمعة من الرجوريتور. اي ساعت رجوريتور ازيه كده. هي بتتحول وتنزل جهود معين عشان تشتغل شغلي باقية البرضة. ليه جهود اللي معايا دي. والاربعين هتدخل معايا على الاضاقة. ده الجهود الداني اللي هو الاربعين فولت. او الاربعه وعشرون بتدخل معايا على انفيرتر رضاية عندما كنت لها عشرين فولت او اربعين فولت على حسب مدير الشاشة وتغذية اللدات اللي فيها دخل معايا هنا للاربعة عشرين فولت او الاربعين فولت من هنا لملفات الملف اللي هنا ده والمسفت اللي معايا ده بيبدأ التعطيع ويبدأ يديهم للمكسف هنا المكسف ده من فولت الفولت اللي خارج من هنا بيخرج اربعين لكن بيتقطع بيدخل على المكسف هنا المكسف بيرفع الفولت بيشحنه زي ما انت عارفين المكسف شحنه والتفريغ بيرفع للفولت من اربعين فولت الميت فولت المكسف حتى المكسف هتلاقي مكتوب عليمة فولت اوه وبعد كده بيدوه لي لخارج اللدات عندي هنا اوه ده خارج اللدات معايا انا بصرا شوية كده زي ما انت شايفين حضراتكم هنا اوه مكتوب هنا درايفر اوه بيجي لي الجود التغذية من هنا عشان يشغلي شغل معايا ده الديود معايا اوه ورايح معايا على خارج اللدات ده بيغزيلي درايفر لد معايا الاربعة وعشرين والاربعين فولت يبقى دي دارة الباور معايا الخارج بتاعها اتناشر او اربعين فولت او اربعة وعشرين فولت بيتخلي على اتناشر فولت بتتحول تخش تشغلي بقية الدوائر والاربعين فولت او الاربعين فولت بتخش معايا على دارة الانفرتر بتكبر لي دارة الانفرتر بتاخد الفولت اللي موجود وتكبرها وتعظمها علشان تشغلي معايا الخلفية او الباكلايت او الاضاءة. يبقى انا كده اتشغلت معايا الجود دي هتشغل معايا الاشارات بتاع الصورة. طبعا دي كل الجود دي بتروح للمعالج واشارات الصورة ده هتشغل معايا الصورة. ده هتشغل معايا الصورة. وعندي هنا او الانفرطر هتشغل معايا الاضاءة. والساون دي طبعا هتشغل معايا الصوت. يبقى انا كده اجدت الاضاءة موجودة عندي الصورة موجودة عندي الصوت موجودة عندي كده وظيفة الشاشة كلها اكتملت تتخرج لصوت الصورة اللي هي في عالبانل والاضاءة اللي هي في الخلفية يبقى دول التلات وظايف الاسسيين اللي هم مختصين بالماظر بورد معنا طبعا اللي بنظم لي المجموعة دي كلها الكنترول اللي هو الامسيو وبقى احنا كده اتكلمنا لدائرة الباور ودائرة الصوت اخدناها لمدخلات بتاعتها من فيجا من دي مدخلات الصوت بتدخل من هنا وبتخرج معايا الصوت مكبر عن طريق كابل السماعات او السماعات اللي معايا واللايت بتدخل معايا بتخرج لي ميت فولت او على حسب او ستين فولت على حسب نوع الشاشة بعد كده اشارة الصورة بتدخل معايا للمعالج هنا دي اشارة الصوت اصار اشارة الصورة بتخرج معايا للمعالج وبتخرج اشارة صورة مختلفة للكابل الالي في دي اس. طبعا اللي بنظم كله ده مع بعضيه اللي هو المعالج او الكنترول. المعالج او الكنترول ده زيبته ان هو بننظم لي جميع الدوائر دي. اول حضرتك بتركب كابل الباور هنا في الشاشة بيخروج لي فولت واحد وتمانية بيغزي المعالج وتلاتة وتلاتة بيغزي لي الفلاشة والشاشة ارتبع على لبا حمرة